وفي سياق آخر احتفلت رهبانية الوردية المقدسة في الأردن بعيد القديسة ماري ألفونسين وذلك خلال القداس الاحتفالية الذي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطرياركي للاتي في الأردن بمعاونة عدد من الأباء الكهنة وقد حضر القداس الذي أقيم في دير كنيسة بيت الزيارة للرهبات الوردية في ضبوق بعمان وشاركت به جوقة مدرسة رهبات الوردية عدد من الأباء الكهنة والشمامسة والراهبات من مختلف كنائس المملكة وجمع حاشد للمؤمنين وفي عظة القداس تحدث سيادته عن سيرة القديسة ألفونسين وشفاعتها وكيف استطاعت أن تشق طريقها إلى القداسة بنعمة الله عاشت هذه الصعوبات فعلا بروح التقوى وبروح الإيمان من خلال حياتها من خلال انتقالها من رعية إلى رعية من خلال حياة الفقر اللي كانت موجودة ومن خلال ما أحد كان يعرف أنها إلا أسسة الرهبنة وبحسب طلب مرشدها أنه ما تحكي لحد عن الظهورات ولكن تسجل كل شيء فعاشت في الصمت عاشت في الهدوء وعاشت في الاتكال ولما صارت رهبنة ما كانت رئيسة عامة في البداية للرهبنة ولكن هي اللي أسست فعلا هذه الرهبنة عاشت حياة تقشف حياة فقر خلال ما كانت تنتقل من رعية إلى رعية ما كانش فيه أديرة لسه جاهزة عاشت فعلا حياة فقر ولكن حياة تقوى ورسالة وهذا اللي مشوفه في كل حياتها من كلماتها الحب قوي كالموت الحب يجعلنا نقدر الفقر ونصبر على الجوع والبرد ونفرح بالإهانة ونرضى بالمرض ونقاوم التجربة ونتحمل الاضطهاد الحب يحثنا على مساعدة القريب في جميع احتياجاته